أهلا وسهلا خالد عبد الفتاح والأصفقات الأهلي في المركات والشتوي يعني الحقيقة باك من الباكات المميزة واللي كان عليه على عين في الموسم ده تقلق بشكل كبير جدا ما سموحها الحقيقة يعني تقدر تراهن على الخامة أرقامه كلها الحقيقة دفاعيا وهجوميا مميزة جدا ولكن يبقى طبعا أنه بالنسبة لخالد نفسه ده نهاية مشوار طويل يعني عشان قطعوا من بداية رجلي لعمست الكرة لغاية لما وصل النويل بس تيشرت النادي الأهلي وإذا جدي بنسبة لك يا خالد نهاية مشوار فيها بالنسبة لجمهور النادي الأهلي بداية حلم يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنك أنت تكون قد المسؤولية وقد مستوى طموح وأحلام جماهير النادي الأهلي ويكون بداية تحدي جديد لأنه فيه كتير من اللعيبة الحقيقة اللي كانت متعلقة وكانت تجوم في فرقها لكن مع تيشرت النادي الأهلي حاجات كتير جدا بتختلف نتمنى إن شاء الله أنك تكون قد المستوى وقد التحدي وتكون إضافة لسكواد النادي الأهلي ما عندنا الشك في قدراتك ولا إمكانياتك ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنك تكون إضافة قوية لسكواد مش بس طبعا خالد عبد الفتاح لكن طبعا محمد الضوي كريستو نجم الكرة التونسية جوهرة الكرة التونسية كما أطلق عليه الحقيقة في الفترة الأخيرة واحد من نجوم إن لم يكن النجم الأهم والأبرز في صفوف النجم السحلي التونسي مؤخرا انضم أيضا لنادي الأهلي واحد من الصفقات اللي هتتقايد تحت السن حقيقة محمد الضوي كريستو واحد من اللعيبة اللي تحب كوريتهم يعني فيه لعيبة كده لما بتلمس الكرة بتباني إنها لعيبة تقيلة ورغم إنه هو يمكن صغير في السن لكن حقيقة شخصيته شخصية لعب كبير لعب يستحق إنه يكون موجود في صفوف النادي الأهلي وتقدر تراهن علي إن شاء الله بقوة زي ما أعلن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي إنه تفاصيل التعقد يعني مع كريستو هتكون لمدة أربع سنوات ونصف وده طبعا بعد ما تم الانتهاء من كل الإجراءات بالإدارية والمالية واكتاز اللاعب الكشف الطبي ويمكن الجميل في الموضوع إنه الرسالة جات له من علوله التونسي المصري ابن النادي الأهلي طبعا اللي كان حريص على إنه يبعث رسالة لمحمد ضوي كريستو قبل بداية رحلته مع نادي القرن مع العملاق والمرض الأحمر النادي الأهلي تعال نشوف معلول قال له إيه اشتركوا في القناة